أطلفت شرطة العسكرية كميات من الممنوعات والمواد المسرطنة والمخدرة وعددا من المواد الغذائية المنتهية وقال قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني في تصريحا لقناة يمن شباب قال إن أفراد الشرطة في نقطة الهنجر تمكنوا من ضبط عددا من الممنوعات خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى أن عملية الإطلاف تعد التاسعة منذ مطلع العام الجاري الشرطة العسكرية مشكورة نقطة الهنجر قامت بضبط هذه الكمية قبل يومين فعلنا اليوم محضر بإطلافها مع العلم بأنه خلال 2020 تم إطلاف مثل هذه الكمية التسع مرات يتم ضبطها في نقطة الهنجر القدير ذكره أن هذه الكمية أسعارها باهظة وكبيرة وعرضت على أفراد النقطة الهنجر يعني إغراءات كبيرة ولكن حرصا وحفاظا على أبناء تعز رفض ضباط وأفراد نقطة الهنجر أي إغراءات وسلموها إلى المباحث العسكرية واتخذت الإغراءات القانونية وتم إطلافها أيضا سيتم إطلاف في خلال اليومين القادمين بعض المواد المنتهية الصلاحية والمواد الغذائية وسيعمل فيها أيضا محضر إطلاف اشتركوا في القناة